غادت إعلان بكي نهاية منوراتها العسكرية الوسعة في محيط جزيرة تايوان التي تعتبرها جزءا من أراضيها أعلن الطايبية أنها رصدت تسع سفن حربية وستة وعشرين طائرة صينية في محيط الجزيرة ويأتي إعلان تايوان بعد ساعة من أعلان الجيش الصينية أنه أنجز بنجاح المهام المحددة في إطار المناورات التي سميت السيف المشترك والتي أقيمت في محيط جزيرة تايوان واستمرت لمدة الثلاثة أيام أجرت خلالها محاكاة لغارات على أهداف محددة ولضرب طوق حول الجزيرة ولم تستبعد الصين أبدا إمكانية استخدام القوة لإخضاع الجزيرة ذات الحكم الذاتي لسيطرة بكين في معرأة تايبي تلك المناورات الصينية بأنها سببت حالة من عدم الاستقرار في تايوان والمنطقة ووصفتها بأنها تصرفات غير مسؤولة من دولة كبرى ويأتي هذا الاستنفار العسكري بين بكين وطايبي على خلفية اللقاء الذي جرى الأسبوع الماضي بين رئيسة تايوان تسي أنجوان ورئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفا مكارثي في كاليفورنيا رغم تصريحات البيت الأبيض بأنه لا شيء تغير لدى الولايات المتحدة بشأن سياسة الصين الوحيدة واستقلال تايوان وأثرت المناورات العسكرية الصينية مخاوف جيران بكين وأبرزها اليابان حيث اعتبر وزير الدفاع الياباني أن تلك التدريبات مخيفة وتظهر موقف الصين الذي لهودت فيه حسب قوله للاستيلاء على السيطرة البحرية والجوية حول جزيرة تايوان وفي ظل تلك التوترات يتوجه وزير الخارجية العمريكي أنتوني بلانكين في نهاية الأسبوع إلى كل من فيتنام واليابان في جولة تستهدف بحسب واشنطن توحيد الرؤى لأن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ منطقة تتسم بالازدهار والسلام